الفرعة حلوة لعبت النادي القالي كلها نجوم كلهم فرحانين كلهم مبسوطين كلهم من حقهم النهاردة يحتفلوا ويفرحوا ويبقى شكلهم حلو قدام جمهورهم وعايز اقول حاجة بصراحة بأمانة الله يعني عشان بصوا احنا كتير بننتقد وكتير بنزعل وكتير بنقول تعليقات كده لما في حاجة ما تعجبناش بس احكلمكم بصراحة النهاردة كل حاجة كانت صح وحلوة ومشرفة يعني ايه ده احتفالية حلوة المشهد حلو جمهور في المدرجات مبسوط اللعبة شكلها حلو اللبسة كويس المنصة محترمة كل حاجة حلوة بصراحة يعني كل حاجة النهاردة حلوة احنا بنعرف بنعرف نخلي الصورة حلوة ونخلي الشكل حلو بنعرف نزهر بلدنا بصورة رائعة وعظيمة فبرافو لكل واحد حطي ايده النهاردة في الصورة الرائعة دي كل الناس كلكم رائعين بصراحة والله يعني كل نادي الاهلي طبيعة الحال شركة المتحدة للرياضة جمهور النادي الاهلي اللي كان ملتزم النهاردة بشكل رائع جدا بصراحة اعجمني حاجة بجمهور النادي الاهلي ولو معنا اللقطات للجمهورة جماعنا اريدها تانيش جمهور النادي الاهلي النهاردة كان عائلات اه حلو ان احنا نشوف شباب رائعة يعملون دخلة حلوة زي اللي شفناها النهاردة دي الصورة حلوة يوي بس انا بحب المدرج يبقى فيه عائلات يبقى خروجة كده والناس تنبسط كلها يبقى فيه زوج وزوجة وأولاد والناس كلها هتبقى رائعة هتتفرج على المباراة وتستمتع بيها ده اللي بيحصل في الدنيا كلها حلو الشباب يدونا حلقة حلوة زي اللي انتوا شايفينها كده وامام عشور بيحتفل معاهم وبيشجع معاهم صورة حلوة للشباب طبعا اللي هدف الأول والأساسي طب تعالوا نسمي تعالوا نسمي فكل حاجة حلوة الصورة حلوة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله الاستاذ دايما يبقى مليان كده والجمهور موجود عائلات موجودة نروح ننبسط ده أهم حاجة دي حكاية اشتركوا في القناة